طبعاً طيب لو سألتك يا حسين إي رأيك في التصريحات اللي طلعت بعد تصريح كريم الحسيني على إنه هو هيعتزل أو مش هيعتزل الفن إنه هو مش لاقي نفسه في المجال دلوقتي شوف أقول لحناتك على حاجة يعني حياتي إن أنا مش لاقي نفسي يعني أنت حناتك ما اشتغلنا مثلاً زوال ما ده طبعاً يعني تسيب الفن أو ما تسيبهوش أنت يعني كم من ناس الجمهور اللي أنت بينسيك نفسك في أي حاجة تزعل منها إن أنت بتلاقي الناس مقبلاك وإنت عمل إيه وبيصوروك وقنوات والحاجات دي كلها كل ده شيء بيفرح الواحد فحتة إن أنا أعتزل بالعكس ده بديني إصرار إن أنا عايز أكمل وعايز أعمل حاجة أحسن هو مش لاقي نفسه وناس كتيرة زيه ومش لاقي نفسها هو مش هو الوحده هو مش هو الوحده هو وآخرين كتير يعني هو يمكن دلوقتي مثلاً شغال في مصرحية ومحاق نجاح فيها حلو أو شغال كويس أوي وقد بالك آه في حاجات بقى تانية أنا عايز كريم الحسيني في مسلسل يشتغل فيه عشان يقدر يتشاف صح لأن برضو المصرح يعني الشهرة الكبيرة اللي هي بتخلي الناس تتفرج عليه بس هو بيقدمه كعمل خاص وبيقدم برضو فيه هدف أنه بيقدم كفاح شعب مصر لا أنا أقصده أن الفيديو ما بتيجي تشتغل فيديو أو سينما أو حاجات زي كده وتشتغلي ده اللي بيشيرك أكتر ده اللي بيقربك للناس أكتر أكتر من المصرح حتي حقيقة عشان أنا بيشوف لي الجمهور المصرح برضو مش كل الناس اللي بتجي ليه جمهوره ليه ناس اللي بتحبه البيت قاعد تفرج على الفيديو بس أنا بقول إيه بقول كريم الحسين ممثل هايل جدا وممثل جميل قوي وأنا يعني يعني أنا حتى دلوقتي ما بحبش أقول كلمة أعتزل الفن لأن أنا أنا ممثل ودي شغلتك ودي شغلتك ده باب رزقك وبحبها أنت ما عندكش شغلة غيرها وما عندكش استعداد إن أنا أقول الكلمة دي لأنني أنا بموت في التمثيل وبموت في الفن وبحب الفن جدا وعايز أشتغل آه في عقبات كتيرة جدا قدامي وقاعد مخنوق وكل حاجة نعم عملا فكرت إن أنا أقول كلمة أعتزل التمثيل لأنني ممكن تجيلي في لحظة ممكن أخرج من عندك كده ألاقي نفسي جايلي مسلسل ربنا يتريمك طبعا ويرزقك أكيد طبعا حتى شارفوا نفسي فين هو حتى لما بيجي يتفرج عليه ناس في المسرح فبيشفوه إحنا في مسرحيات زمانة اللي هي قطاع الخاص مع أنت جزولوز وتكسبك كالناس بتيجي يتفرج خدوني من خلال المسرح ده في وسلسلات وخدوني في أفلام فبرضو بقول له يا كريم لا أنت اشتغل واشتغل على شغلك وربنا هو اللي يعيني الواحد لأن احنا كلنا في المعاناة اللي انت فيها كلنا دي حقيقة فعلا كلنا احنا تعبنين جدا ويعني مش هارفين نعمل ايه أكيد